متابعي قناة انفوتك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال نهاردة ان شاء الله هنتكلم عن أريا اي 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 و أريا اي اي هو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في متصفح أوبيرا تم تطويره بالتعاون مع جوجل و أوبين اي اي وهو بيعتمد على محرك ذكاء اصطناعي خاص بمتصفح أوبيرا المعروف باسم كومبوزر أريا بتهدف إلى تحسين تجربة التصفح من خلال تقديم إجابات فورية إنشاء محتوى نصي وبصري يعني تقدر انت تنشئ صور باستخدام Imagine من جوجل وأيضا إدارة التبويبات بذكاء شديد من غير ما تحتاج إلى تسجيل دخول بالنسبة الميزات الرئيسية لأريا إجابات فورية ومحدثة بيوفر معلومات طبعا من الانترنت مباشرة تقدر تحصل على أحدث البيانات والأخبار من غير ما تطلع برا المتصفح أريا ممكن من خلاله تنشئ نصوص متنوعة مقالات رسائل أكواد برمجية بيدعم إنشاء الصور باستخدام نموذج Imagine من جوجل بيتيح للمستخدمين إنشاء صور عالية الجودة بناء على أوامر نصية أيضا هناك writing mode الوضع ده بيساعد المستخدم على إنشاء محتوى نصي بسهولة زي ما قلت لك إيميل مثلا مقالة بوست منشور على وسائل التواصل الابتماعي تقدر توصله عبر اختصار لحتي المفاتيح control plus slash في حالة الويندوز وفي حالة الماك cmd plus slash بالنسبة لي الميزة الخاصة بقراءة الإجابات بصوت عالي هتكون ميزة جيدة جدا لو في أي صعوبة في عملية القراءة بالنسبة لي التوفر عبر المنصات أريا متاحة لجميع إصدارات متصفح أوبرا سواء كان أوبرا 1 اللي هو الإصدار الرئيسي المتصفح أو أوبرا GX متصفح خاص باللعبين وفي ميزات إضافية زي وضع الكتابة وتحسينات زي ما قلت لك في إدارة التبويبات في أوبرا ميني هو متصفح خفيف الوزن بينزل على أجهزة أندرويد مع دعم كامل لأريا والتالي يقدر يستخدمه الشخص على الموبايل بتاعه والجميل أن أوبرا كمان أعلنت عن أوبرا نيون من حوالي يوم وهو عبارة عن AI agent مصمم عشان يفهم كل حاجة ويستعدك في إنجاز المهام وفي لينك حطينه لو حبيت أن تنضم لي الويكليست علشان تقدر تأكسس عليه سريعا يلا بينا نشوف إزاي حنستخدم أريا AI من أوبرا ورجعنا لكم مرة تانية عشان نبص بصة سريعة على أريا من أوبرا هذا المساعد بالذكاء الاصطناعي المتوفر الآن وبيستخدم GPT4O وجيمنيت.O وإماجين 3 في حالة توليد الصورة أوبرا هتحمله عندك الأول على الجهاز لما كنتش بيستخدمه أو بتعمله أبديت لو هو موجود عندك ومش عامله تحديث لحد آخر وقت فبتبتدي تعمله أبديت بعد كده هتبتدي تلاقي الـ AT لما هتخوش على الأبرا هتلاقي هنا أريا وتقدر هنا أنت اقتشات مع أريا مش شرط تكون بتدور في المتصفح عن حاجة معينة يعني أنت ممكن تروح تدوس على Compose وتبتدي أن تطلب منه اللي أنت عايزه وهو طبعا هنا حيستعين بالإنترنت أو التصفح علشان يديك النتيجة اللي أنت عايزها فهنا ممكن تقوله The latest AI tools in academic writing وهنا حتختار هل أنت عايز تكتب بلوك بوست أو essay إيميل طبعا حتقوله تعايز إيميل عن إيه Presentation Social Post أو Speech أو Article تعالى نجرب مع بعض البلوك بوست وهنا تقدر تختار التون Formal أو Informal أو Academic هاختاره Academic وهنا أنا عايز اللينث يكون Medium وبالنسبة لي الStyle Define My Style وهنا دوست على الX ببتدي أن أنا أكتب الStyle بتاعي زي يكون إيه هنا بيقولك أن أنت بتدرب Area to write in your own style بتكتب الStyle بتاعك في الكتابة فمثلا هنا هتقوله اكتب بيه Formal Writing Style كالأتي وهنا write a product يعني سنة review about an item you recently purchased في البتدي أنت تكتب لو أنت بتعمل review head مثلا أنا هنا هعمل this card يعني حاليني كده زي ما طلبت بالنسبة للتون عايزة يكون Academic ويكتب لي بلوغ وهنا هرجع أكتب مرة تانية لأنه راح مني الكتابة هقوله top AI tools in academic في عملية البحث العلمي ممكن أقوله three وحبتدي أرجع تاني أختار medium وأبتدي أعمل generate وتعالى نشوف النتيجة اللي هتكون في الجزء ده كأنك بالضبط بتشات جوه شات جي بي تي ولكن أنت بتستخدم متصفح هنا هو أعطاني البلوغ بوست زي ما احنا شايفين تقدر أن انت تعمل save response ترجع هنا مثلا سي عايز تاخدو copy عايز هنا مثلا تاخدو screenshot تقدر تاخدو screenshot أو snapshot زي ما انت عايز فيه إمكانية أن انت ترفع ملف وتحلله باستخدام شات جي بي تي داخل متصفح أو جيميناي وعلى فكرة أنت ممكن تقوله استخدم جيميناي أو استخدم شات جي بي تي في عملية البحث أو في عملية الرد فيه إمكانية لهذا لأن أنا دخلت سألته الكابابلتز بتاعتك إزاي يقدر أن أنا أستخدم شات جي بي تي أو جيميناي قال لي ask to use اسألي أن أنت عايزة تستخدمي شات جي بي تي أو جيميناي لأن هو بيستخدم the two models زي ما قدتاك في الأول هو تعاون مع كل من جوجل وأوبن AI في ذلك حبتدي أرجع مرة تانية أدوس plus عشان أعمل شات جديد والهيستوري موجودة عندك هنا يعني دي نميزة جيدة جدا نفترض بقى أن إحنا فاتحين مقالة article وعايزين نسأل عن هذه المقالة فسي مثلا في جزئة معينة أنت عايز تفهمها أكتر فممكن تروح تعلم عليها منطقة البساطة كده حيبتدي يظهر لك explore me أو translate وممكن كمان تبتدي تروح تعمل الاتي ممكن مثلا أخذ الجزء ده copy تبتدي أن أنا أدوس على control slash بما أني على الwindows حيفتح معي هذا التاب ممكن أبتدي أدوس تاب مرتين كمان مرة في إمكانية أنت تدوس تاب مرتين عشان تنتقل إلى الpage context ممكن تعمل summarize this page اللي أنت واقف عليها أو ممكن أنت تقول له explain الجزء ده وتبتدي تدوس enter عشان يشرح لك الجزء ده اللي موجود في المقالة بيقول لي أنا هستخدم الcontent of this page علشان أانسر الquestion هقول له ok got it فحيبتدي أنهم يexplain الجزئية ده ويشرحوا لي زي ما احنا شايفين ده بالنسبة لي الجزء المتعلق بالpage context علشان تفعله أو يبقى موجود بتبتدي أنت تدوس control slash على الكيبورد أو أعتقد cmd وslash لو أنت بتستخدم ماك أنا بتكلم دلوقتي في حالة الwindows وحبتدي أن أنا أسأل أي سؤال ممكن أترجم لو دست تاب مرتين حرجع مرة تانية عن الpage context وابتدي أسأل أي حاجة بقى أسأل أرية أي حاجة أنا عايزة زي ما أنت شايف gpt4o gmini 2.0 imagine 3 هنا كمان فيه إمكانية أن أنت تولد صورة طبعا summarize chat ممكن تعمل summarization للشات اللي تم معي هرجع تاني pack هطلع ممكن أروح كده أرفع صورة واشوف ماذا فهمه للصورة فأقول له explain this image and give me a text prompt describe this image هل هو بيدعم لغات أخرى بيدعم لغات عديدة هنا ابتدى يديني image description وصف لي الصورة نفسها وي text prompt زي ما إحنا شايفين لو أنت عايز تنشئ صورة زيها حبتدي أختبره أيضا في إيه حبتدي أرجع تاني هنا plus حيديك new chat من فوق ممكن أنا image generation بيستخدم imagine 3 حتى الآن نتبعنا أنه يطور ال imagine 4 كمان هنا حبتدي أحط الأمر وحدو enter زي ما قلت لك حتى الآن هو يستخدم imagine 3 تقدر تستخدم image fx وانتعى البساطة في توليد الصور من خلال area ai داخل opera ودي النتيجة هذه الصورة الصورة جيدة جدا زي ما إحنا شايفين وقدر تعمل save image as وتبتدي أنت تسيف الصورة بتاعتك على الجهز لأن أنا مش شايفة حاليا في download icon فتقدر تعمل save as right click و save as دي كتنظرة سريعة على area ai داخل opera أتمنى تكونوا استفدتوا منها هل أنت هترجع تستخدم متصفح opera مرة تانية أنا بقى ليه فترة كبيرة ما بستخدموش بصراحة بس يعني الميزة دي موجودة area من فترة بيتعامل عليها تحديثات كل فترة واللي لفت نظري لها هو الإعلان عن opera neon اللي إن شاء الله حيكون متاح قريبا وتقدر أن أنت لو حابب تنضم ال wait list علشان يبقى ليك access عليه بشكل سريع أشوفك في فيديو قادم بإذن الله تعالى على القناة info tech for you وبحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تنسوش تدعموني باللايك وشير والكممنت ولو كنت بتشوفنا أول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة